قضية تتوارسها الأجيال عصية على النسيان وحاضرة فلسطين هي البصلة مهما ابتعد الشتات عن الوطني رغم قتل وتهجير وسلب الحقوق ومحاربة قضية اللاجئين وتغلغ للاستيطان ورفض الاحتلال الإسرائيلي تطبيق حل الدولتين وفي التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام يحيي الشعب الفلسطيني والعالم أجمع يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وسط ظروف صعبة وغاية في التعقيد شعب لا يزال يدفع ثمنا غاليا من أرضه وأبنائه وممتلكاته اختير هذا اليوم لما يحمله من معان ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني حيث أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 ليكون يوما عالميا لتأكيد التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف كما أنه يوافق ذكرى قرار الجمعية العامة تقسيم فلسطين الذي يرجع إلى عام 1947 والذي نص على أن تنشأ في فلسطين دولة يهودية قائمة على مساحة 55% من فلسطين التاريخية ودولة عربية على مساحة 45% مع اعتبار القدس كياناً متميزاً يخضع لنظام دولي خاص إلا أنه من بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل يشكل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لتسكير العالم أجمع بالمآسي والظلم الذي تعرض له من قتل وتهجير وسلب للحقوق وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس مدى أكثر من سبعين عاماً على نجبة فلسطين الكبرى وأكثر من أربعين عاماً على قرار الأمم المتحدة بشأن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وما زال الشعب الفلسطيني يناضل من أجل حريته واستقلاله ويتشبس بأرضه ووطنه وبحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة ويرفض جميع المؤامرات ومشاريع التصفية ويصر على أن يعيش بحرية وكرامة لتحقيق الانتصار مهما كلف الثمن وطال المشوار